عبر البرلمان التونسي الجمعة عن دعمه المطلق للفلسطينيين وحقهم المشروع في المقاومة والدفاع عن أرضهم المقتصبة والرد على الجرائم البشعة للكيان الصيوني كما أكد البرلمان التونسي مساندته ودعوات الفصائل الفلسطينية إلى التحرك العاجلي وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر على قطاع غزة وخطبت رئاسة مجلس وبالشعب التونسي في بيان برلمانات العالم والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل التحرك نصرة للقضية الفلسطينية كما نشدتها بالعمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتل من جرائم حرب لمقاضاته على مستوى المحاكم الدولية إن رئاسة مجلس نواب الشعب تؤكد مساندتها المطلقة وتجاوبها التام مع دعوات الفصائل الفلسطينية إلى التحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر على قطاع غزة وتهيب بكافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى سرعة التحرك نصرة للقضية الفلسطينية وإلى تكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القصرية كما تناشدها العمل على تسهيل عملية الإغاثة وإيصال المساعدة إلى المدنيين المحاصرين وتدعوها إلى متابعة وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتل من جرائم حرب مكتملة الأركان من أجل مقاضاته على مستوى المحاكم الدولية